اشتركوا في القناة كيف يخطط الكاتب لإنهاء القصة في هذه المدة الوجيزة جدا وأحد الأمور الحساسة التي سنناقشها في هذا المقطع هو تعميش الكاتب كثيرا للبحرية والأدميرالات ولماذا يفعل ذلك وهل هذا علاقة بالتنمين السماوية الجيروسي إضافة أيضا إلى فيكا بانك يعني مقطع روعة فيه الكثير من المعلومات وأنت معيك سوى اشتراك تفعيل الجرس نشف لإستقائك وليتس جو في هذا المقطع الأسطوري طيب يا جماعة قبل فترة ليست بالكبيرة كان الأدميرالات من بين محاور العالم حتى أننا كمحللين قد قلنا أن الأدميرال في مستوى اليونغو قلنا أن الأدميرالات أقوية جدا وحوش حرفيا وهذا ما تمثل خلال حرب المارينفورد أين شاهدنا قدرة تحمل آكاينو الذي كان في قتال ذيتا الباربابلونش أو الوايت بيرد وشاهدنا أيضا كيزارو الذي حاث الفساد في شابوندي وأيضا في المارينفورد أو كيجي الوحش حرفيا الذي أرعبنا كثيرا بقوته ولكن يا جماعة تلك الأسطورة قد اندحرت في الآونة الأخيرة الفصول الأخيرة من المانغا قد أكدت على أمور لا يمكن أبدا لأي محب وعاشق للبحرية ويتغنب البحرية أن يستوعبها أبدا الأدميرالات الذين كانوا قوية جدا قد ظهروا خرفان يا جماعة قد ظهروا يعني بصورة سيئة للغاية في فصلين فقط في فصلين تمكن أودا من تدمير أسطورات الأدميرالات الفصل الأول كان الفصل 1055 من مانغا وانبيس أو 54 لا أتذكر المهم عندما ظهر سابو في الماريجوة وظهرت أمور حول سابو وهروب سابو وتحرير كما أين قد قيل أن سابو قد احتكى بأدميرالين الثور الأخضر وفوجيتورا ولكن سابو تمكن من تحرير السابو والهروب بأمان وبدون أي عناء وهذا الشيء جماعة السيء للغاية كيف لقائد الجيش الثوري ليست بالقائد العام والقائد الأقوى أن يتغلب على أدميرالين المجتمعين يعني هنا لن أقول أن سابو تقتل وحيدا ولكن أقوى شخص من بينهم كان سابو والشخص الذي قد نال على كم هائل من الاهتمام حاليا بعد تلك الحادثة هو سابو وهذا يمكن شرحه بشيء بسيط جدا أن سابو قد تمكن من إرعاب هؤلاء الأدميرالات وقد تمكن من الهروب من الماريجوة وهذا الشيء جماعة الذي يحسب كنقطة في شباك الأدميرالات يعني هدف عكسي والشيء الثاني أيضا قد شاهدنا في الفصل أخير من المانغا يا ويلاه يا جماعة ما الذي حصل في الفصل أخير من المانغا الخروف الجحش آراماكي قد هارب من هاكي شانكس لو هارب من شانكس يعني لقاه وجهه وجهه وهارب وقال باي باي شانكس أنا خاف منك كان سيكون أفضل ولكن الرجل يا جماعة استشعر هاكي سحب الشعر الأحمر من مسافة بعيدة جدا يعني شانكس سم يدخل حتى لأراضي وانو وقد أرعب أدميرال يعني ذلك المنصب كبير عليك يا ابني وهرب من البحرية استقيل افعل أي شيء لما كان أوكي يجي وكان آكاينو لا يهربون أبدا هذا الشيء عار وصمة عار بالنسبة للبحرية وقد ظهر آكاينو الذي قال سأتحرك للسرعة القصوى إذن هل يمكن أن يكون آكاينو بسيس الأمل الأمل الأخير للبحرية لاستعادة شرفهم فهو رئيس الأدميرالات أكثر منصبا في البحرية وهو الأقوى بتون أي منازع شخص يمتلك فكهة هجومية في التاقعة قوة تحمل أسطورية كل هذا تأكد خلال حرب المارينفورد وبعد الحرب باين أنه قد طور من قوتي كثيرا وأصبح أقوى من أي وقت قد مضى فلو نشبهه فقط في البحرية فيمكن نقول أنه في مستوى جارب وسينجوكو عندما كان في عيش شبابهما فهذا هو المسوى المنسوب الذي يمكن وضع فيه آكاينو طبعا لم أرى قوته ولا يمكن أن نتغنى هكذا فقط بدون أي دليل ملموس ولكن حقيقة جمعة أن الكاتب لو فكر في سيناريو آخر سيكون قد خرب أم القصة المهم آكاينو هو الوحيد الموجود حاليا الذي يمكنه مقارعة ساحب الشعر الأحمر مقارعة اليونكو ويمكنه أيضا أن يعيط قليل من شرف البحرية ولكن هل سيكون آكاينو وحيدا؟ هل سيتمكن آكاينو الوحيد من إيقاف كل ذلك الشغب في العالم الجديد بعد انقلاب موازين قوى لو في قد غسل بحار يعني جميع يتحدث عن مو جيوارا والجيل الأسوأ الذين أسقطوا اليونكو كايدو واليونكو بيجمام هل سيتمكن من إيقاف ذلك وحيدا؟ وثوران الجيش الثوري والجزء التي خرجت مع هذه الحكومة العالم هل سيكون آكاينو كفيرا وحده؟ طبعا لا لا يمكن آكاينو فعل كل هذه الأمور بهذه السهولة فيحتاج إلى الأشخاص يدعمونه ومن هذا المطرق يا جماعة فلو تتذكرون فقط في أحد الحلقات وفي حد فصول مانقا شاهدنا اجتماع بين الجيروسي إضافة إلى آكاينو وذلك الاجتماع الذي لم يكن بالمهم كثيرا ولكن يا جماعة أظن أن هذا الاجتماع سيتكرر ولكن هذه المرة يا جماعة يجب أن يكون هناك تعاون بين البحرية والجيروسي طبعا الجيروسي الآن بعد إيقاظ في كاتنيكا سيشعرون بالخطر العظيم جدا وسيقررون التحرك وهم كما يبدون أقوية جدا لا أعلم إن كانوا مقتلين أو لا ولكن لما ترى شخص ديه علامات خدوش وآخر ديه سيف وحضورهم مرعب يا جماعة فيمكن نقول أنهم مقاتلين من تيناترك بعض إذن من هنا يمكن نقول أن الجيروسي سينضمون إلى آكاينو ولكن ليس هذا الشيء الوحيد فهناك طبعا مشروع لحكومة العالم هذا المشروع الذي قرر من خلاله إلغاء نظام تشي بوكاي ومن هذا المنطلق يمكن نقول أنه خاص بفيكا بانك ذلك العالم المهوس بالتكنولوجيا الذي يصنع أشياء قوية جدا هل يمكن أنه صنع سلاح قوي لحكومة العالم لإيقاف القراصنة هل يمكن أن أحد اختراعاته قد ظهرت وكما نعلم أن فيكا بانك إضافة إلى الجيروسي هم أحد الأسرار العظيمة في وان بيس وإذا قرر الكاتب وضع البحرية وحكومة العالم في الواجهة وفيكا بانك سيظهر هذا سيزيل كثير من الغموض وستكون ضربة مستوجة وسيحرز هاتفين من ركلة واحدة ومن هنا يا جماعة من هذا المنطلق يمكن أن نقول أن آكاينو وحكومة العالم والبحرية سيتحركون خصوصا أن عصر قراصنة العظيم قد وصل إلى بوزوغ فجره الفجر يقترب ولا فتيل تقترب ولم يتبقى سوى بونيكليف واحد لإتمام المهمة وكشف أسرار العالم وإمتلاق الحرب الأخيرة ومن جهة أخرى أيضاً لدينا أن تيتشي يسعى لشيء تريده حكومة العالم ما هذا الشيء الذي يريده تيتشي فطبعاً هذا أيضاً سيسبب كارثة عظيمة جداً للغيروسي ولحكومة العالم وللبحرية كون تيتشي ذلك قوي جداً تقمه مرعب يا جماعة شاهد بعض التعليقات تقول أن تيتشي ضعيف تقمه يسرق فوقف فقط ولكن شيء تأمى بيت الخصم الأقوى والليس يواجه له فيه سيكون تيتشي قبل حكومة العالم طبعاً فتيتشي سيكون المنافس الأقرب للوصول إلى الوان بيس وهذا الشيء لا أتكلم عنه من كيس فقط هكذا ومن نشخ خيالي بلأتكلم فيه من خلال أديلا وبرهين وكل شيء يتأكد مع توالي الحلقات والفصول وصلنا الأشياء تؤكد هذا الكلام مستقبلاً فأنت معاك سوى الانتظار لكي تكتشف كل شيء نقطة بنقطة ولن تتكلم أبداً وتنتقيداً فقط قبل أن تعلم الأمور المستقبلية وهذا الشيء الذي أؤكده وليس كلام فقط هكذا المهم يا جماعة أكاين وليش من يتحرك وصاحب الشار الأحمر قد أبرز عن الأنيابه وسيظهر كثيراً في الفصول القادمة خصوصاً بعد ذلك العارة كبير الذي وصل إلى البحرية أرى ماكي هرب ما الشيء ما الذي دخل في رأسي يا جماعة أين هو فوجيتورا؟ أين هم البقية؟ كيزارو قد ظهر مع أكاينو؟ كيزارو أيضاً يحسب له ألف حساب يا جماعة شخص قوي جداً يمتلك فاكهة لوجيا من بين الأبرز ومن هذا المطلق يا جماعة فما علينا سوى انتظار قادم المقاطع وقادم الحلقات لكي نكتشف الأمور الأخرى وبهذا وصناعة المقطع تعجبك المقطع ما عليك سوى اشتراك تفعل جرس نشاف تصدقائك وإلى اللقاء في قادمة الفيديوهات التي تكون أفضل بكثير إن شاء الله اشتركوا في القناة